الاهل وبيراميدز مواجهة كيف تراها اباش وانس لا مواجهة مهمة في كل الاحوال مهما الناس شايفة النتائج بيراميد مش على قدر التوقع او الاسماء اللي موجودة فيه لكن يبقى فريق عنده كل عناصر المنفسة القوية والفريق قوي خطوطه متكاملة بدلاءه موجودين حوافزه مؤكد موجودة خاصة امام الاهل لكن في الاخر ده الاهلي المطشي بين الله يكون ممتع كل اللي نطلبه العدالة زي ما الناس كلها بتتكلم كل اللي نطلبه العدالة التحكمية لان في بعض المطشيات السابقة في هذا يعني ما اسموش ديربي لسه لكن هو في طريقه لاني يصبح ديربي ما كانتش العدالة متحقيقة فانا ارجو سواء التحكم مصري التحكم اجنابي التحكم ان اللي يجي يا اخواننا ملكوش دعا بحاجة غير انه تدر كل واحد حق بس يطلع بعد كده بيراميد فائز في ظل صفارة عادلة اهل وسهلا شابهو يطلع النادي الاهلي فائز كل الناس هتبقى مقتنعة غير كده لا بيراميد يتظلم ولا الاهلي يتظلم النقطة التانية اللي عايز اقولها احنا مش داخلين مباراة في المكايدة الحساسية في هذه المباراة هذه المرة موجودة اللي بينفخ في الجير بقى نافخ الجير ها اللي عايز يسمم العلاقات ابعيدوا عنه خلينا كل واحد في حاله ملناش دعوة كل لعيب راح مكان حاول يخلص لهذا المكان انسوا بقى كل الكلام ده وركزوا مع فرقيتكو وعشان ما نوطرهمش ومش عايزين اه يعني اي سلبيات خصوصا لا في سلوكيات اللعيبة ولا على السوشال ميديا لانا فيش جماهير الجماهير موجودة على السوشال ميديا